السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبة في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب من الشهر المبارك الطيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومع نفحات الشهر الكريم نمضي في هذه السياحة المباركة التي نستروح فيها نسمات عطرة للذكر ذكر الله عز وجل وتسبيح الخالقي جل وعلا من خلال التعرف على بديع خلقه وعظيم صنعه في هذا الجسد العظيم الخلق البديع الصنع ونحن اليوم على موعد بلقاء حول الأسرار المتعلقة بالعضلات الجهاز الخطير في جسم الإنسان والذي أوصلنا إلى هذا الموضوع عضلات اللسان الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة ويجتمل اللسان على سبع عشرة عضلة هل تتصور هذا الرقم؟ هذا اللسان يجتمل على سبع عشرة عضلة منها ثمانية مزدوجة وواحدة مفردة تدعى العضلة اللسانية العلوية ويتحكم في هذه العضلات ثلاثة أعصاب لكي تتكلم أو تنطق بحرف واحد فإن اللسان يتحرك في اتجاه معين يعني الحروف التي تنطقها ألف با تا سين شين صاد عين غين قاف كل حرف تنطقه اللسان يتحرك حركة معينة في اتجاه معين سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وقلت في الحلقة السابقة إن أي خلل في هذه المنظومة منظومة العصب والعضلة الخاصة باللسان بيحدث مرض اسمه ديس أرث يعني الحرف يطلع مكسر أو غير مفهوم طيب يعني بمناسبة العضلات فإحنا عندنا بعض المعلومات الأجازية الطريفة كم عضلة تتحرك عند الابتسام إنه إنسان بيبتسم حينما تبتسم بتتحرك عندك سبعتاشر عضلة طيب لو ما بتكشر يعني عند العبوس تلاتة وأربعين عضلة معنى كده إن الابتسام بيوفر جهد والعبوس بيكتر جهد عند الابتسام سبعتاشر عضلة بتتحرك فيك عند العبوس تلاتة وأربعين عضلة طيب حينما تتكلم كم عضلة تتحرك فيك حينما تتكلم بتتحرك فيك أربعة وأربعين عضلة طيب ما هي أكبر عضلة في جسم الإنسان أكبر عضلة عضلة اللي هي زي عضلات الإيد والفقد وكده ستمية تسعة وثلاثين عضلة ستمية تسعة وثلاثين عضلة مختلف الأشكال والوظائف والتشريح التشريح الداخلي إن أي حاجة بتختلف شكلا وتشريحا ووظيفة ثلاث حاجات دول أقوى هذه العضلات على الإطلاق هي العضلة الماضغة بين الفكين وأكبر عضلة كما قلت عضلة الفخ هم ستمية تسعة وتلاتين عضلة فيها إعجاز خطير جدا هنشوف في الوقت السمو العضلات تأسيمات معينة كده العلماء إحنا قلنا جسم الإنسان بيحتوى على ستمية تسعة وتلاتين عضلة منها ميتين واربعين عضلة لا أسماء معينة زي عضلة الفخت عضلة الفكين عضلات العينين وهكذا عضلات الرأس عضلات الملساء العضلات الملساء في المعدة والأمعاء وهكذا ولكن السمو العضلات تأسمتين أساسيتين عضلات هيكلية وعضلات ملساء أرجو أن تفتح القلب في هذه العجالة أخي الحبيب كي تتلقى هذا الهادي فتسبح الله عز وجل نوع ثالث بقى خاص جدا اسم العضلة القلبي عضلة القلب دي لا خصوصية عجيبة لا هي هيكلية ولا هي ملساء هي بتجمع بين الصفات الدول يبقى أسمنا العضلات الوقت يبقوا ثلاثة هيكلية وملساء وعضلة القلب لأن عضلة القلب لا خصوصية عجيبة أن القلب كله بينبض أو بينبض كعضلة واحد مش عضلات مختلفة زيك بيسموه سين سيتيم يعني حتة واحدة كتا هو ما ينفعش يبقى أكتر مع عضلة لأن عضلة مثلا البطين الأيسر لما تيجي تنبض لابد تنبض كلها أو البطينين يعني مرة واحد والأزينين مرة واحد فإنفعش تنقسم العضلات بينبضه كوحدة واحدة كما سنرى يبقى فيها عضلات هيكلية عضلات ملساء والعدل القلبي طبعا العدل القلبية مش جدا اللي في القلب بس عشان تعرف أن هذه الحقائق تضرب التطوريين في مقتل أو أصحاب داروين اللي بيقولوا أن فيه تطور أو فيه تدرك في الخلق ما ينفعش إلا أن تكون هذه العضلات قد وجدت مرة واحدة بداية واحدة بخلق واحد من خالق واحد لا شريك له ما ينفعش فيها تطور ولا نشوء ولا ارتقاء طبعا بتنتهي الحياة عندما تتوقف العضلة القلبية بيخفق القلب حوالي من يعني اثنين مليون ونص مرة على مدى حياة متوسطها سبعين عاما بالجسم البشري أنموعة مختلفة وعديدة من العضلات أول هذه العضلات قلنا العضلات الهيكلية يعني العضلات الهيكلية العضلات المرتبطة بالهيكل العزمي دية نوع معينة عضلات خصائص معينة من العضلات تركيبة معينة من العضلات وظيفة معينة من العضلات اللي هي العضلات المرتبطة بالهيكل العزمي فسموها العضلات الهيكلية المخططة عشان نفرقها عن العضلات الملساء غير المخططة عشان نفرقها عن عضلة القلب اللي بتجمع بين دية وبين دية عضلات هيكلية إرادية مخططة إرادية يعني يعني أنا بحركها بإرارتي كده أنا عايز أتني دراعي فبعمل كده عايز أحرك رقابتي فبعمل كده عايز أحرك ناحية تانية بعمل كده اسمها إرادية عايز أرجعها الوراء بعمل كده عضلات إرادية عشان نفرقها عن عضلات لا إرادية العضلات المخططة اللي أنت تشبه حزمة من الخيوط أو الألياف الرفيعة كالشعر فيها خطوط عرضية العضلات المخططة زي عضلات الرأس والجذع والأطراف ويسمى هذا النوع من العضلات بالعضلات الإرادية لأننا نستطيع تحريكها بإرادتنا عن طريق أوامر تنقل إليها عن طريق المخطة إيه هي خصائص العضلات الهيكلية والإرادية أولا هي بتشمل الجزء الأكبر من النسيج العضلي يعني عضلات كتيرة جدا وتتصل بالجهاز الهيكلي العظمي زي ما قلت وهي عضلات الأيدي والأرجل والجزع والرأس وهي إرادية ولها قدرة عن انقباض بسرعة كبيرة لكنها سريعة التعب والإنهاك هي سريعة جدا في الانقباض ولكن سريعة جدا في التعب نيجل تاني نوع بسرعة كده اللي هي النوع الأملس أو العضلات الملساء الإرادية هي اللا إرادية العضلات الملساء اللا إرادية تتكون من الألياف مستطيلة ليس فيها خطوط عرضية هذه العضلات ليس لا علاقة بالهيك العظم زي العرضات الإرادية ولكنها تحيط بجميع الأعضاء المجاوفة وتحيط بالأمعاء بالقصبة الهوائية بالأوعية الدموية تعرف الأوعية الدموية وتنقبط وتنبسط بعضلات ملساء هذا النوع من العضلات بقى بيطلق عليه العضلات اللا إرادية لما تسمع كلمة لا إرادية في الطب على طول تقول سبحان الحي القيوم بمعنى أنها تتحرك بسر اسم الله القيوم أنك لا تملك أن تدخل يدك في يعني وعاء دموية عشان تحركه أو تخلي الشريان ينقبض أو تخلي القصبة الهوائية ينقبض أو تخلي المريء ينقبض هذه الانقبارات الدودوية عشان تنزل البلعة إلى المعدة ولذلك سميت لا إرادية لا إرادية من الإنسان يعني لا يستطيع الإنسان التحكم فيها طيب أي خصائص العدلات الملساء دي إن شاء الله إلا هنلتقي عليه في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء وحتى ألقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوبر